السلام عليكم ورسولكم فيديو ورسولكم فيديو جدا أسطوري من سيسير كتاب التاريخ طبعا كما ترون الكون مغطي لأنه صار جدا شيء أسطوري في الفيديو وانا صور مقدمة بعد الفيديو وراء أخبّل عنكم الكون والجوهر وأيضا الأوفر نتمنى تستبدعوا في الفيديو تابعوه للنهاية لايك الشراك وشيرك للبعض ورسولكم وما راح أحرق عليكم كثيرا استمتعوا فأول شي على طول ما دخلت اللعبة أعطونا جود بيلينغ هام مجاني بما أنه راح يكون غلاف اللعبة القادمة فراح نسوي اسكيب وهذا جود بيلينغ هام وهنا ندرنا لاعب زبراء الزائد رابعة وتعين بما أن نسجلنا الدخول في كل أيام اليورو فبسم الله أحمد الرحيم يارب يكون ستة وتعين سبعة وتعينين باع يارب جنسية جميلة فروماني انسى 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 أنه يكون على لاعب أسطوري لاعب سرعة تعلم لين مان والآن ما تشوفون عندنا الأسبوع السادس والأخير من اليورو وهذا الأسبوع جاء بعد نهاي اليورو اللي فاست في اسبانيا ففي جوائز جدا جدا أسطورية متل تقريبا تقريبا عندما تفتح كل باك جيت 8000 جوهرة فراح نفتح بتلتالة في النقطة هادى اللي تبقت رح نفتح بها بسم الله الرحمن الرحيم عندنا أول حزمة اللي هي خمسين نقطة تدريب وتعودين على هاد النسخة فعندنا الثاني باكج واللي هو مين 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 في شوية لاغ خمسين أف جوهرة الباكج الثالث مين فالباكج الثالث مية جوهرة الباكج الرابع رح نفتح 15 يا ساتر كتير كتير والله كتير 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 يا اي 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 والباكج الخامس الرابع لما أتوقع تبقى الباكج الخامس وتبقى 15 باكج زيادة وخامس باكج هادى مية جوهرة ايضا سادس باكج الباكج السادس مين لعب 73 والان السابع ما أعطونا حتى الان جائزة من الفوق والان الباكج السابع لعب 88 من الصف الثاني تقريبا كلهم كانوا من الصف الاول الا هاد الباكج اللي طالع عنا الان والان نطلق الى باكج ثامن حتى الباكج الثامن حتى الباكج الثامن ما طاللي حتى الان ما طاللي شيء من الصف الاول والان الباكج الثامن اخيرا ماسكرانو اخيرا والان الباكج التاسع رح ناخد كل الجوائز طبعا ما نخلي ولا شيء هذا الباكج التساة الميت تتدريب الباكج اخر والان باكج اخر ليتلميها جوالا الباكج اللي بعده والباكج اللي بعده تلاعبين الباكج التابقى خمسة باكج التاسي ام اعتقد لازم نتابق شكل سريع اتنين دودك. ما نحسوي شي بدودك. تبقى اربعة ما اعتقد. او ثلاثة. اربعة او ثلاثة. اتوقى ثلاثة او اربعة. ما ادري السراح. نسيت. ما مهم انها راح تطلعن للجوائز الاسطورية. كم تبقى من جايز الاسفل? ما تبقى شي فتبقى اتنين اتباع الاف خمسمية جوهرة. وماسكيرانو. راح ننطلق وناخد هالجوائز الاخيرة. ولي طبعا افضل جوائز. فهذا ماسكيرانو. طبعا راح يضوني الفين و خمسمية جوهرة. لا تسألوني كيف. انا ادري عن اللعبو. قلت لكم الفين و خمسمية جوهرة. وهذا اخر باكيج. راح نفتحه في هذا القسم. طبعا خمسة جوهرة. فهنا انتهت لكل اقسام. تبقى عندنا هنا لاب زائد ستواتسان. و ما ادري اللي ما فتحوهم. توقع بعد كم بعد كم. هدا اللعب تسعين من شكيلة اليورو طبعا ضافوا قسم شكيلة اليورو. بس ما حطوا في شيء. ولكن القسم راح يكون جدا قسطوية شكيلة اليورو معروفة. واللي هي راح اور لا يمكن اطلعها عليكم الان في الفيديو. فهدي شكيلة اليورو و راح يطلع ناخد طبعا لاعب تسعين. فيارب يكون لمن يامان لاننا نحتاج جانح اصلا. او نيكو ويليامز والله راضي. فواحد فيهم و انا راضي. طبعا عندنا 8000 جوهرة توي الاحد. فراح نفتع بها باكش 3000 جوهرة و نترك ال 5000 جوهرة الباقية لأيام قادمة. فيارب يطلع على لعب ينبع و يكون جدا غالي. هذا اللي انتملنا فقط من اللعبة. فبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول باكش راح يكون سكيب. والثاني هو الحقيقة. فهي يا ربي يطلع النجاح نحن كما قلت لكم. بسم الله الرحمن الرحيم من اللعب هذا في لاق هذا توقع قد يفع لمهاجم من غريغوريتش. ما ادري مين انت. والله ما ادري مين انت. طبعا رجعوا و فاتحوا ال 500 لاعب. فراح نعمل باكش اليوم وباكش الغد. او الفيديو القادم. فمتل ما تشوفوا انو انا كتير لاعبين ستة و تسعين. رح نرمي دي اللي اخت وايضا اللي جنبه والله انسيت اسمه. ما شفت كويس. واللي جنبه اللي هو و زين جينكو اتوقعنا على زين جينكو ما رح نرمي بادري والجمع الا في الفيديو القادم. فدقريبا جمعنا 900 نقطة. مع لنا لايب زا Soviets 93 اللي هو والليكساندر البيرو رح نرمى طبعا. كم سار عندنا من النقطة. ساعدنا الف و مية اصلا كان عندنا. فنعمل الاخر بالحت اللي هو نم medium area. وهكذا نكون حررنا باكش اليوم. وننتظر الفيديو قادم إن شاء الله في باكش آخر من هالنوع من الباكش هات يمكن أعمل حتى فيديو كامل ونفتح الباكش هات فقط في منظم الحسابة لان دي ان دي أكثر من 8 حسابات فبسم الله الرحمن الرحيم لحظة الحسم لحظة الحسم يا رب لعب غالي فقط ما نبغى شي أنا مغالي لعب غالي غالي بيكون ينبع بسم الله الرحمن الرحيم أتوقع بدون ما أشوف راح أخر دروزيتسكي يمكن حتى أخرج وأشوف من أغلى فما أتوقع سمص يمكن نشوف بالاك وروزيتسكي نظر المركز صانع العاب واللي هو روزيتسكي يا السلام وين هو روزيتسكي والله كم سعرك يا روزيتسكي وينك 40 مليون هذا أنت 90 نسخة يا ساتر وعندنا أيضا بالاك راح أتذكر كل عبين فبعد ما شاكت على أسعار كل اللاعبين راح ناخد روزيتسكي وهو اللاعب المنشود فمتل ما تشوفون في الأسفل طورتها 2 ماسكرانو في نسخة 41 مليون فراح نبيح للأسف خسرنا في ماسكرانو 2 لكن لا بأس ماسكرانو يروح ويجي بشكل سريع وراح نبيح هذا من من طلع لي هذا من متى والله ما أدري ما تطلع لي هذا اللاعب ما أدري المهم من راح ينباع يمكن حتى أبيع الجناح والحارس راح أبيهم الآن لأن التشكيلات ليس التشكيلات عفونا لا يبينا حرخصون لأن التشكيلات الأفضل نزلوا فراح نبيحهم أصلا عندنا أوريا زابال جانح فهي يدخل مؤقتا وعندنا أيضا عندنا مين عندنا مين عندنا مين لسيت أنا أصلا مش مشتري مشتري حارس فعندنا جوهارت حارس يدخل جوهارت مؤقتا هو أوريا زابال على بال ما تنسى تشكيلات الأفضل يمكن يطلع لنا نيكو ويليامز ومدام ما تري على بال ما ينباعون ضعفوا حدتين واللي هو السجل الأيقونة وحدة السنشاين فسجل الأيقونة بدون ما أتكلم راح ألعبها وحدة لأننا فيه حدث طويل جدا مثل ما تشوفون جيرارد وعندنا من نتيج من جيرارد أسبوع قادم تشابي عنوصو فراح نلعب كل هاللعبين في الرئيسي كل يوم وعندنا أيضا ستيفن جيرارد فراح أوريكم أيضا شيء جدا أسطوري راح يورروني جيرارد من أنا أعرف جيرارد أكثر منكم راحيطونا جيرارد 93 في البداية فراح أوريكم في الرئيسي الآن عندنا شيء جديد علينا في اللعبة ضافوه واللي هي أنا طبعا أخذتها لياها النقاط راح تأخذ بكان النقاط Division Rifles فراح نحتاجها طبعا لنفتح في نهاية السيزون والآخره والآن ننتقل للحادث الآخر فمتل ما تشوفوا هاد الحادث يشبه حادث شبشي فتر كتير راح أوريكم فيه فقط نمل تحدي تلعبه كل يوم وعندنا هادية هادية ما عارف مين ونأخذ فقط يمكن نحتاج لعب سين أو شيء زي كده عطونا كل لاعبين 90 لا لاعبين 90 ولاعبا كده ورح ناخد الآن ننتقل للنعمة التحدي طبعا نعمة التحدي بدون لتسألوني نحلى بها أيضا فنضخ طبعا ندخل تلت لاعبين من هاد اللي طالعون الآن فشيء جيد مو خمس لاعبين راح ندخل تلت لاعبين لعب نعمة التحدي بشكل سريع عندما لا نكون نصور لكن عندما نفتح البوكيجات في السوق مثل ما تشوفون نحن ننتقل إلى السوق رأي ليلة انتقلت من هناك وهنا مثل بشكل تطبيق مثالي مثل حدث الماضي فعندنا هون كتير البوكيجات راح نبدأ بالخمسمائة طبعا ونتقل قائم دين الشري عندي 200 نقطة فالشري 200 بـ 200 لأن النقاط هي نفسها نفس الساعة لكن تغيرت وكذا فقط والآن شيكت بشكل سريع على مقايدة 94-98 هي راح تطلب منها 94 لكن راح ننمي هذول الاربعة والذي راح يطلع لأن إذا كان كويس سيلاعب إذا ما كان كويس راح يدخل راح يدخل راح يدخل للمقايدة اختيار اليومي في الفيديو القادم بسنو محمد راحيم سلوفاكي أربح عرس بوسط هذا مين يا ساتريال عفن رامية 94-93-93-94 فشيء جدا سيء جدا من اللعبة واثنين سلوفاك يمكن حتى نخرب جدا ونعمل هالمقايدة راح ننمي اللي طلعونا زائد كريسبو اثنين من اللي طلعونا سلوفاك أنا حلفت فيهم خلاص لأن كتير طلعوا لي راح ننمي أولمو موراطا وووكر ورح ننمي مهما كان الأسفل إلا اللاعبين السونشاين هال الحدد فرح نرمي وبسم الله رحمة الرحيم اللي حيطلع راح ينمي مقايدة إذا كان مكان كويس فبسم الله يا ربشي 98 كذا التركي هدا أرضا قولير هدا ديميرال ديميرال يا ديميرال لا هدا حتى مو ديميرال المهم السلو 90 راح نحتاجها طبعا في المقايدة على الفيديو القادم لأنه فيه 1-60 و 1-63 فهو 1-61 و 1-55 و 1-93 فمتل ما تشوفون نباعوا كل اللاعبين راح نشوف المجموع بسم الله الرحمن الرحيم 271 مليون كوينز لكي خسرت 30 مليون كوينز لو لا هذا الرسم التخفيض هذه الرسم المعاملة ما أدري إيش كان ربحت 300 مليون كوينز و ننتظر الأسبوع القادم راح ناخد لاعب 9-90 و راح ترخص الأسعر و تذكروا كلامي جيدة طبعا إلى هنا يكون تقوم بالفيديو اليوم لا تضغط أرزال لايك و الأشياء و شكرا لكم و ننتقل في فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم موسيقى موسيقى